عاجل السيسي في بيان شديد اللهجة للدول الأوروبية ننشر تفاصيل البيان بالتفاصيل ومفاجأة تفاصيل سحب الجنسية التركية من أكبر قيادات جماعة الإخوان ننشر التفاصيل وعاجل مصر تصنع وسيلة مواصلات كهربائية جديدة الأول مرة وانهاية غير سعيدة قرار عاجل ضد تجار الدولار المضروف في قاهرة وتغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه تفاصيل جديدة في هذه القضية شركة بريطانية تدخل مصر بمليارات دولارات واستثمارات جديدة بننشر التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك الأخبار لحد عندك واضغط أيضا على زرار أعجبني عاوزين نوصل في هذا الفيديو ليه 2000 و 3000 أعجبني كمان ونملة تعليقات بالصلاة على الحبيب محمد نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا وعاجل السيسي في بيان شديد اللهجة للدول الأوروبية الرئيس السيسي بيقول للدول الأوروبية اللي وعدت بمئة مليار دولار لمساعدة الدول النامية في مؤتمر باريس 2015 فين الفلوس سيسي بيقول في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة مؤتمر باريس للمناخ اتكلم عن 100 مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ وده من 8 أو 9 سنين بس لسه مفيش فلوس السيسي أكد ان الدول المتقدمة اللي عندها اقتصادات ضخمة هي المسؤولة عن كتير من أسباب التغير المناخي اللي موجود في العالم والمفروض تساعد الدول النامية عشان تواجه المشكلة دي السيسي كمان قال ان دولة زي مصر بتواجه تحديات كتير مش بس التمويل مصر بقالها سنتين بتواجه أزمة من 2019 ودي أزمة اقتصادية كبيرة كمان الأزمة الروسية الأوكرانية واحدودنا مع ليبيا والسودان واحدودنا مع الشرق وطبعا كلنا عارفين اللي بيحصل في الشرق كل دي تحديات بتأثر على اقتصادنا السيسي حرج فرنسا والدول الأوروبية في كلمته في قمة دولية لمساق التمويل العالمي الجديد العام الماضي وقال ان الدول النمية اتوعدت كتير من قبل القادة وانا كنت موجود في قمة المناخ في 2015 ووقتها اتخصص لها 100 مليار دولار من الدول المتقدمة كمساهمة منها والمفروض تتكرر سنويا لصالح المناخ ودي كانت فكرة كويسة جدا بس السؤال اللي هو احنا لو كنا نفزنا المية مليار دولار دي النتائج كانت هتكون ازاي وتصور ان الفرق كبير جدا بين الخطة وتنفيذها فقد تكون النتائج اكثر او اقل شوية لكن ده ما حصلش السيسي اكد ان الريادة مسئولية ولما تكون في دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا والمعرفة يبقى عليها مسئولية تجاه الدول اللي مش عندها التكنولوجيا دي ودي مسئولية اخلاقية وسياسية السيسي اقترح على رئيس الاتحاد الافريقي ان البنية الاساسية القرية الافريقية هتتحول وتغير وجه القر كل دولة زي فرنسا والمانيا والصين تدفع جزء من المبلغ المخصص وتدخل بشركتها وتعمل مشروعات لخدمة البنية الاساسية القرية في النهاية الرئيس السيسي بيطالب الدول الاوروبية بالوفاء بوعودها ومساعدة الدول النامية في مواجهة ازمة التغير المناخي طبعا كلنا عارفين ان الدول الاوروبية وعدت بمئة مليار دولار هي فين المئة مليار دولار دي؟ او حتى فين ربعهم؟ احنا ما شفناش ولا دولار من الدول المتقدمة اللي وعدت بانها هتساعد الدول النامية والدول الفقيرة كل ده ما شفناهوش وكل اللي تقال كان كلام على ورق كلام انشه ما شفناش منه اي حاجة حتى السيسي احرج القادة دول اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض الخبر اخر ومفاجأة تفاصيل سحب الجنسية التركية من اكبر قيادات جماعة الاخوان وكشفت حسابات محسوبة على جماعة الاخوان المسلمين سحب السلطات التركية الجنسية من محمود حسين مرشد الجماعة والمقيم في تركيا كتب عمر عبدالهادي المحسوب على الجماعة في منشور له على السوشيال ميديا ان السلطات التركية سحبت الجنسية من محمود حسين واضاف ان الراجل مقيم في تركيا من 2014 بصفة قانونية كما ان طريقة سحب الجنسية التركية منه لا تتناسب مع الرجل سنا ومقاما وكان يجب على الاقل تمكينه من الخروج من تركيا قبل تجريد منها وسائل الاعلام المصرية قالت ان قيادات اخوانية بدأت مغادرة الاراضي التركية بعد زيارة الرئيس التركي اردوغان لمصر من بينهم عناصر اعلامية وكذلك عناصر اكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية كما تم تضييق على عناصر اخرى وتقييد انشطتها على وسائل السوشيال ميديا واشرت الى ان الانشقاقات قد تفاقمت داخل الاخوان قبل ثلاث اعوام وانقسمت لجبهتين بعدما قررت جبهة اسطنبول تعيين محمود حسين قائما بعمل مرشد الجماعة خلفا لابراهيم مونير اللي توفى في الرابع من نوفمبر قبل الماضي فيما قررت جبهة لندن تعيين صلاح عبد الحق قائما بعمل مرشد الجماعة وشنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الاخوان المقيمين في تركيا وقامت باحتجاز كلا من لا يحمل اية هوية او اقامة او جنسية كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة وهما مصعب السماليجي واسلام اشرف مغادرة اراضيها واشار ان السلطات التركية فرضت كذلك قيودا مشددة على تحركات عناصر مدانة وتابعة للجماعة او موالية لها مثل نصر الدين وفرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبد المقصود واسلام الغمري ومصطفى البدري ورفضت منح الجنسية للاثنين الاخرين كما رفضت منح الجنسية العنصر اخباني اخر وهو محمد الهامي اللي تولى ادارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها مصدر معانا كم من وسائل اعلام مصرية طبعا بعد ما شفنا يعني التقارب ما بين الرئيس اردغان والرئيس مصري عبد الفتاح السيسي اكيد فيه تغيرات في طريقة الحكمة او طريقة ادارة البلاد وخصوصا من قبل اردغان طريقة ادارته لملف الاخوان المسلمين ويعني هيبقى فيه طريقة مختلفة تماما عن قبل كده لان دلوقتي المصالح بتتصالح السيسي واردغان بقوا زي السمنة على العزل اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل مصر تصنع وسيلة مواصلات كهربائية جديدة لاول مرة وقادر سكوتر مصري جديد الهيئة العربية للتصنيع عملت حاجة من الاخر انتجت اول سكوتر كهربائي مصري بنسبة 100% اسمه قادر دي ام الفين ار السكوتر دا مش زي اي سكوتر دا سكوتر من الاخر زي ما قلتلكم تصميم امريكي مع لمسة مصرية تصمم السكوتر دا بالتعاون مع شركة امريكية يعني هتلاقوا فيه احدث تكنولوجيا موجودة في العالم بمكاوم محلي مرتفع الهيئة العربية للتصنيع حريصة على دعم الصناعة المصرية فالسكوتر دا نسبة مكوناته المحلية عالية اوي سعر الاسكوتر حوالي 88000 جنيه يعني مش رخيص لكنه هيوفر عليك فلوس البنزين والصيانة والهيئة العربية للتصنيع عايزة لكل يستفيد من الاسكوتر دا فتعاونت مع بنك مصر لتوفير خدمة التقسيد بمقدم 10% والباقي على 5 سنين الاسكوتر دا مش مجرد وسيلة مواصلات عادية دا اسكوتر حلو جدا سرعته بتوصل ل70 كيلو متر في الساعة ومدة شحنه من 3 ل 6 ساعات ويقدر يتحمل وزن 25 كيلو وفيه جهاز تحكم عن بعد وعجلاته تيوبلس وفيه فرامل أمامية وخلفية الهيئة العربية للتصنيع واسقة من جودة الاسكوتر دا فبتقدمه بضمان سنة ومش هتسيبك بعد ما تشتري الاسكوتر هتوفر لك خدمات وصيانة ما بعد البيع داخل مصانع قادر المميز في الاسكوتر دا وزي ما قلت لحضراتكم انه هيوفر عليك فلوس البنزين والصيانة وهيوفر لك وسيلة مواصلات سريعة وآمنة وهيوفر لك صناعة مصرية 100% مصر بتعمل حاجات عظيمة وقادر واحد من الأمثلة دي والحلو في الاسكوتر دا ان اي قطعة غيار هتروح المصنع هتلاقيها مش محتاج تلف وتدور كتير لان في بعض الموتسيكلات يعني بتنزل بعض الموتسيكلات والاسكوترات بتنزل في مصر وللأسف الناس بتشتريها وترجع ما تلاقي لهاش قطع غيار وبيفضلوا ركنين الموتسيكلة والاسكوتر عندهم من غير ما يستفادوا منهم اترك ليكم التعليق ننتقل مع بعض الخبر اخر ونهاية غير سعيدة قرر عاجل ضد تجار الدولار المضروب في قاهرة وضربة كبرى من الداخلية قاضي المعارضات في محكمة مدينة ناصر قرر يجدد حبس سواء واحد تاني خمستاشر يوم على ذمة التحقيق بتهمة ترويجهم فلوس اجنبية تقليد اتقابد عليهم في اسم تالت مدينة ناصر وكان معاهم كمية كبيرة من الورق اللي هيستخدم في تزوير العملات وادوات تقليد ولبتوب وجواز صفر مزور ورخصتين قيادة دوليين مزورين وعربية وثلاث موبايلات ومبلغ من الفلوس الاجنبية اللي هي حصيلة نشاطهم ولما فتشوا اللبتوب والموبايلات لقوا عليهم صفحات الكترونية احتيالية بيستخدموها في نشاطه اباطرة العملة في مصر يتساقطون 31 قضية اتقار بـ 38 مليون جنيه فاربعة وعشرين ساعة الداخلية تضرب بقوة ضبطت وزارة الداخلية المصرية 31 قضية اتقار في العملات الاجنبية المختلفة بقيمة مالية 38 مليون جنيه فاربعة وعشرين ساعة فقط تأتي هذه الضربات القوية استمرارا لجهود الداخلية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي والمضربة باسعار العملات تشكل هذه الجرائم خطرا كبيرا على الاقتصاد القومي المصري حيث تخفي العملات عن التداول وتتاجر بها خارج نطاق السوق المصرفي تمكنت الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بالتعاون مع قطاع الامن العام ومديريات الامن من ضبط 31 قضية خلال 24 ساعة فقط تم اتخاذ الاجراءات القانونية لازمة ضد جميع المتهمين وترسل الداخلية رسالة قوية لكل من يحاول المساس بالاقتصاد المصري لن نرحم أحدا تحية قوية للداخلية المصرية على هذه المجهودات طبعا الاقتصاد المصري يعني بيمر بمرحلة صعبة فلازم يكون فيه إجراءات شديدة ولازم نفتح إننا برضو على التجار اللي بيحتكروا السلع أترك ليكم التعليم ننتقل مع بعض الخبر آخر وشركة بريطانية بتدخل مصر بمليارات الدولارات واستثمارات جديدة الرئيس سيسي قابل أوشن كلوس رئيس شركة بريتش بتروليوم واللي هم بيشتغلوا مع بعض في مجال الطاقة سيسي شكر الشركة على استثماراتها في مصر وعلشان هم بيشتغلوا مع بعض عشان مصر تبقى مركز للطاقة في المنطقة السيسي كمان شكرهم على شغلهم في مجال الطاقة النظيفة وقال لهم إن مصر عايزة تتعاون معهم أكتر في مجال الهايدروجين الأخضر أوشن كلوس قال إنه سعيد بلقاء السيسي وعلشان الشراكة بين مصر وبريتش بتروليوم قوية من زمان كمان قال إن مصر مهمة جدا بالنسبة ليهم في مجال استكشاف الغاز والبترول وعلشان هم عايزين يستثمروا أكتر في مصر قال كمان إنهم بيخططوا لضخ واحد ونص مليار دولار استثمارات جديدة في مصر وعلشان ممكن يوصلوا الاستثمارات لخمسة مليار دولار خلاصة الكلام إن مصر وبريتش بتروليوم بيشتغلوا مع بعض علشان مصر تبقى مركز للطاقة في المنطقة وعلشان هم بيشتغلوا في مجال الطاقة النظيفة وبريتش بتروليوم عايزين يستثمروا أكتر في مصر وعلشان مصر مهمة جدا بالنسبة ليهم أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وطبعا الهايدروجين الأخضر ده من الطاقة النظيفة اللي هي يعني ما بتسببش أي تلوص خالص للبيئة فالهايدروجين الأخضر من أهم الطاقات إن شاء الله اللي هنشوفها في المستقبل هتلاقوا في المستقبل عربيات بتشتغل بالهايدروجين الأخضر هل بتطلع انبعاثات؟ نهائي سفر انبعاثات هتلاقي الشاكمان بتاعها وإن شاء الله هشرح الكلام ده في فيديو قادم هتلاقي الشاكمان بتاع العربية العدم بتاعه عبارة عن مية نظيفة أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وجينا مع بعض لنهاية ناشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة